بهذا الدرس راح نتحدث عن مجموعة من الأسئلة اللي بيتم طرحها بشكل مستمر من قبل المهتمين بتدريب النخبة لإحتراف مجال التسويق بالعمولة راح نفصل هذا الموضوع ونجاوب على هاي الأسئلة ونوضح بعض النقاط الهمة لذلك تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يساعد لي أوقاتكم يا رب وإن شاء الله دون بتكونوا بصحة وعافية معكم علاء الحسن من قناتنا أولاين بزنس مايند بهذا الدرس راح نطرح الأسئلة بعن ونجاوب عليها إن شاء الله بحيث تكون الصورة واضحة للجميع السؤال الأول بيقول هل أستطيع الاستفادة من تدريب النخبة بغير مجال التسويق بالعمولة الجواب بكل تأكيد بإمكانك تستفيد من هذا التدريب بغير مجال التسويق بالعمولة أنا حطيت طبعا مجال التسويق بالعمولة كركيزة لهذا التدريب إخواتي لأنه من المجالات اللي بإمكان الكثير والكثير من الأشخاص يدخلوه بدون رصد ميزانية ضخمة هذا المجال إخواتي تم تصميمه الاحتراف مجال التسويق بالعمولة بنفس الوقت بإمكانك تعزز معرفتك بشكل كبير جدا بمجال التجارة الإلكترونية من خلال هذا التدريب وبمجال العمل عبر الإنترنت أيضا من خلال هذا التدريب يعني المعلومات اللي راح تأخذها راح تطور مهاراتك بشكل كبير جدا من ناحية الماركتينج ومثل ما حكينا بدرس السابق الفرق يعني خلينا نقول بتسويق المنتجات بين التجارة الإلكترونية والتسويق بالعمولة التجارة الإلكترونية أنت بتبيع منتج خاص فيك بتسوقه بطريقتك وبنفس الوقت إذا بدأك تسوق لمنتج تابع للشركة تانية فأنت بدأك تستخدم نفس أساليب التسويق الفرق بين الاثنين أنه بمجال التجارة الإلكترونية بيكون المنتج ملكك بالتسويق بالعمولة ما بيكون ملكك وأنا ما بيكون تابع للشركة تانية ولكن المهارات التسويقية اللي بدك تستخدمها بكل المجالين هي هي وتدريب النخبة واحد من التدريبات اللي بياخدك من الصفر بهذا الموضوع بيخليك تستفيد بشكل كبير جدا وتطبق مهاراتك على مجالات مختلفة سواء حبيت تشتغل بمجال التسويق بالعمولة أو لا السؤال الثاني بيقول عندما ينتهي الكورس هل أستطيع مراجعة الحلقات؟ بشكل عام أخواتي تدريب هو عبارة عن مرجع للطالب اللي اشترك فيه يعني نحن هلأ عندنا مدة التدريب 30 يوم 30 يوم بدنا نخلص فيها هذا التدريب ولكن المواد اللي بتكون داخل حسابك عندنا بالأكاديمية فبتكون موجودة إلك كمرجع بإمكانك تراجعها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين هي موجودة إلك بعض الأشخاص ممكن ما يكون عندهم وقت ممكن بعض الأشخاص عندهم التزامات معينة حابين يشوفوا التدريب فيما بعد ممكن بعد شهر بعد فترة من الزمن فبإمكانك ترجع لحسابك تدخل عليه وتراجع هاي الحلقات بشكل مبسط بأي وقت بالدكية السؤال اللي بعده بيقول هل في مساعدة للطلاب داخل التدريب بكل تأكيد نحن هدفنا مساعدة الطلاب حتى لو ما عندهم أي خبرة مسبقة من الصفر داخل هذا التدريب لإنشاء نظام عمل بيشتغل نيابة عنهم طول أيام السنة ولذلك راح يكون عندنا نحن منتدى بإمكانك تراجع كل الأسئلة اللي تم طرحها سابقا بخصوص تدريب النخبة للمزيد من الفائدة في حال كان عندك أي أسئلة بإمكانك أيضا تطرحها داخل المنتدى لكي نجاوب بأسرع وقت ممكن أيضا بنفس الوقت راح يكون في عندك بث مباشر ممكن تستفيد منه بقسم الأسئلة إذا بدك طبعا تطرح أسئلتك بشكل مباشر علي فبيجاوبك عليها إن شاء الله ضمن البث هلأ بالنسبة للبث المباشر لعطيكم بعض النقاط عنه راح يكون في عندنا بث مباشر أو حلقات أو دروس بث مباشر داخل تدريب النخبة بتجمعني مع الطلاب المجتهدين الفكرة من دروس البث المباشر هو طرح مجموعة ممكن من الاستراتيجيات أو طرق تسويقية معينة أو رسم خطط معينة إلقاء الضوء على المشاكل اللي بتواجه الطلاب أو إجابة عن الأسئلة يعني الأمر بخصوص البث المباشر أو حلقات البث المباشر يتم تهيئة إن شاء الله حسب خطة مسير الطلاب داخل تدريب النخبة بالنسبة لهذا النوع من الدروس طبعا داخل تدريب النخبة راح يتم إخبار الطلاب بموعد البث المباشر بحيث الراعي الجميع داخل تدريب النخبة السؤال اللي بعده بيقول هل أنا بحاجة لخبرة بمجال التسويق أو هل يجب أن أكون لدي معرفة حتى أبدأ بتدريب النخبة بالتأكيد لا هذا التدريب مصمم ليأخذك من الصفر حتى لو ما عندك أي خبرة مسبقة حتى لو ما اشتغلت عبر الإنترنت سابقا يعني إذا ما عندك أي فكرة عن هذا الموضوع فما تاكل هم هذا التدريب يأخذكم من الصفر إلى الاحتراف بمجال التسويق بالعمولة والعمل عبر الإنترنت بشكل عام ولذلك أنت مانك بحاجة إلى أي خبرة سابقة في حال كان عندك فكرة أو كان عندك خبرة بإمكانك من خلال هذا التدريب تطور مهارتك بشكل أكبر بإذن الله وتستفيد من المحتوى الموجود داخل هذا الكورس العديد من الطلاب اللي دخلوا بالدفعات السابقة لتدريب النخبة كانوا يعني ما عندهم أي فكرة عن العمل عبر الإنترنت أو يعني عن مجال التسويق بالعمولة بشكل عام وبفضل رب العالمين اتحسنت طبعا مهاراتهم بشكل كبير جدا بعد ما انتهوا من هذا التدريب طيب السؤال اللي بعده هل أنا بحاجة للغة الإنجليزية حتى أستطيع التقدم بالتدريب؟ بالتأكيد لا تدريب النخبة تدريب مقدم باللغة العربية يعني حتى لو بدي أنا اشرح منتج باللغة الإنجليزية هو موجود منتج أجنبي فرح اشرح لك باللغة العربية وطرق التسويق سواء كان المنتج أجنبي أو عربي رح تكون وحدة لأنه أنا بهذا التدريب ما رح علمك كيف تسوق منتج معين بذاته وأنما أنا رأي علمك منهج التسويق رأي علمك يعني المنهج اللي بدأك تمشي عليه سواء كان المنتج على سبيل المثال إنجليزي أو أجنبي يخلينا نقول أو سواء كان المنتج عربي انت عندك البوصلة عندك المنهج اللي بإمكانك تطبق عليه استراتيجيتا تمام سواء كانت تتكلم اللغة العربية فقط أو متعدد اللغات فأنت عندك المنهج هو هو اللي رح تتعلمه داخل تدريب النخبة بإمكانك أطبقه إن شاء الله على مختلف المنتج عربي سواء كان بدأك تسوق على سبيل المثال لسيارة بدأك تسوق لعقار بدأك تسوق لرحلة سياحية بدأك تسوق لمنتج معين بدأك تسوق لبرنامج معين فالمنهج عندك بإذن الله بإمكانك طبعا أطبق السؤال اللي بعدهم ما هو نمط الدورة التدريبية وهل الدروس تطرح بشكل يومي؟ بالنسبة لنمط الدورة التدريبية رح يكون هو عبارة عن مجموعة من الفيديوهات المفصلة اللي تم تقسيمه إلى أربع أقسام بتنزل خلال الثلاثين يوم كل أسبوع بينزل قسم الطالب بيقدر ياخده يكون معه أسبوع كامل حتى ياخد التدريب بشكل مريح بدون ما ينضغط بالوقت بعض الأشخاص ممكن يكون عنده فحوصات مدارس جامعات عمل ملتزمة بأمور معينة أو بدورات تانية فأنت عندك الحرية خلال هذا الأسبوع يعني تاخد هذا التدريب بشكل مريح بالوقت اللي بناسبك الأسبوع اللي بعده رح ينزل القسم الثاني الأسبوع اللي بعده القسم الثالث والقسم الرابع بنفس الوقت رح يكون في بث مباشر بمنتصف التدريب مشان طبعا نحكي بالأقسام الأول والثاني والناقش بعض النقاط نحكي ممكن على أمور هامة بتهم الطلاب أسئلة إذا عندهم منجاوبة وبنفس الوقت رح يكون في عنا بث مباشر بنهاية هذا التدريب وبالتالي يعني إن شاء الله المادة اللي بتنطرح خلال هاي الفترة رح تكون مريحة والوقت ما فيه ضغط بإذن الله بالنسبة للبث المباشر طبعا بيتم مراسلة الطلاب قبل بيوم بموعد التدريب فيعني الالتزام فقط بالبث المباشر بحصين البث المباشر أما ما تبقى من المحتوى فبإمكانك تاخده خلال الأسبوع بالوقت اللي بناسبك ترجع للحساب وبتحضر طبعا المادة تمام السؤال اللي بعده هل أنا ملتزم بحضور الدروس في مواعيد محددة مثل ما حكيت قبل شوي انت فقط ملتزم بموعد البث المباشر لأنه رح الرأس لك أنه في مواعيد مباشر بالساعة كذا فبتكون حاضر فيها فقط أن حصتين واحد بمنتصف التدريب وواحد بنهاية التدريب مثل ما أن التدريب مقسم إلى أربع قسام كل أسبوع بينزل القسم تمام وأيضا يتم مراسلة الطلاب لما ينزل القسم عبر الإيميل السؤال اللي بعده هل الكورس مفيد للمقيمين في ألمانيا مثل ما حقينا أخواتي هذا الكورس مخصص لكل الأشخاص اللي حابت تدخل بمجال العمل عبر الإنترنت إذا كنت مقيم ببلد سواء بألمانيا سواء بمصر بالسعودية بأمريكا بكندا أي بلد في سهولة بموضوع الدفع الإلكتروني في اتصال إنترنت عندك فبإمكانك تستفيد من هذا التدريب بشكل كبير جدا هذا التدريب يعني ما نمحصور على بلد معين نهائيا فوانما هو متاح لكل بلد فيه سهولة بأمور الدفع الإلكتروني وفيه اتصال إنترنت السؤال اللي بعده ما هو كورس التسويق الفيروسي طبعا هذا كورس إضافي متقدم بتدريب النخبة بإمكانك تعمله إضافة عند تسجيلك بتدريب النخبة طبعا هذا الكورس مخصص لكيفية تعليمك التسويق الفيروسي وكيفية مضاعفة نتائج عملك بشكل أكبر طبعا هذا كورس بإمكانك تعمله إضافة من الوردر فورم أثناء تسجيلك بتدريب النخبة تمام أخواتي هذا بالنسبة لكورس التسويق الفيروسي تمام السؤال الأخير متى يبدأ تدريب النخبة تدريب النخبة أخواتي رح يبدأ إن شاء الله ب16 شهر التسجيل متاح حلاء بإمكانك تراجع العداد الموجود بصفحة التدريب من الرابط اللي رح ترك لك بصندوق الوصف أسفل الفيديو طبعا بانتهاء العداد رح يتم إغلاق التسجيل وإن شاء الله اليوم اللي بعده رح يتم طبعا مرسلة الطلاب اللي سجلوا ببداية التدريب ويتم إنشاء حساباتهم طبعا هاي الأمور كلها إن شاء الله رح ينخبرون فيها عبر الإيميل وعبر الواتس أب بإذن الله تدريب النخبة بهذا التدريب بأخذك من الصفر حتى لو ما كان عندك أي خبرة مسبقة بمجال التسويق بالعمولة أو ما نكباني أي عمل عبر الإنترنت سابقا رح أخذك من الصفر خلال مدة 30 يوم لبناء عملك التجاري عبر الإنترنت وخلق نظام عمل بيشتغل عنك طول أيام السنة خلال مدة 30 يوم أنت عليك فقط تركز على بناء هذا النظام بالفترة الأولى وفيما بعد بتأشرف عليه وبتحثه حسب رؤيتك الشخصية بإمكانك تراجع جميع تفاصيل تدريب النخبة من الرابط اللي سترك لك بصندوق الأنصف أسفل الفيديو بحيث بإمكانك تستغل هذه الفرصة وتدخل هذا التدريب تدريب النخبة هو عبارة عن تدريب منظم بياخدك من الصفر بخطوات بسيطة وبيشرح لك منهج العمل بشكل كامل وبيغير مفهوم التفكير عندك وبيضطرق إلى مواضيعها مجدد بنفس الوقت رح يكون في منتدى خاص للطلاب داخل تدريب النخبة وأيضا رح يكون في بث مباشر بتناقش فيه مع الطلاب وبجاوب على أسئلتهم والمزيد من ذلك بنفس الوقت رح يكون في المزيد من الأمور داخل هذا التدريب بإذن الله كون أحد المستفيدين من عرض تدريب النخبة وابدأ ببناء عملك التجاري خطوة بخطوة من خلال تدريب منظم ومعلومات سهلة ومتسلسلة وتوجيه صحيح ووفر على نفسك الكثير من إضاعة الوقف والكثير من المصاريف غير الضرورية وابدأ باحتراق مجال التسويق بالعمولة حتى لو ما كان عندك أي خبرة نسبقة خلال مدة 30 يون وكساب خبرة تحتاج إلى سنوات لتحصيلها الوقت هو أهم عامل بالنسبة إله لذلك استغل وقتك وابدأ من الآن ببناء عملك عبر الإنترنت اشتركوا في القناة